بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنا أستكمل مع بعض آخر جزء في توزيع المعاينة للنسبة وللمتوسط في حالة العينات الصغيرة لدي مثال في المثال 7-11 السابق أخذ في الدرس السابق الخاص بنسبة التدخين يوجد احتمال أن تزيد نسبة المدخنين في العيناة عن 35% نتذكر مع بعض أن النسبة كانت عندي في المجتمع 0.4 أو 4 من 10 على 40% سجمة ربيع بيهات لما حسبناها كانت عبارة عن 0.033% وبالتالي لانحراف المعياري عن طريق جزر التباين بيساوي 0.058 وعلى ذلك لإيجاد احتمال أن النسبة بيهات تكون أكبر من 35% سنقوم بتحويل البيهات لزد نطرح من 35% قيمة النسبة في المجتمع اللي كانت عبارة عن 40% أو 4 من 10 ثم نقسم على الانحراف المعياري اللي هو كان 0.058 حيكون المطلوب عندي إيجاد احتمال أنه زد أكبر من 0 أو من سالب 0 86 من 100 كالعادة بنرسم الرسمة البسيطة بتاعتنا هذه 0 ثم سالب 0.86 من 100 القيمة أكبر منها أي بتساوي مجموعة ساحتين النص و 0 إلى موجب 86 بالتماسل اللي هتطلع عندي فيه الجدول بعد البحث أمام 0.8 أسفل 6 من 100 هتكون 0.3051 نجمعها مع النص هتساوي 0.8051 بما تتذكر مع بعض أنه في أي حالة تسحب بدون إرجاع بنستخدم معامل التصحيح عند حساب التباين أو الانحراف المعياري بشرط أنه أن تكون أكبر من 5% من حجم المجتمع أما إذا كانت أصغر يتم إهمال معامل التصحيح نظرية اللي بعد كده نظرية 7-9 بتتحدث عن إذا كان عندي إكسبار وإس تربيع هما على التوالي الوسط الحسابي والتباين لعينة عشوائية من الحجم إن مأخوزة من مجتمع طبيعي متوسطه ميو وتباينه كما نعلم سجما تربيع هذا التوزيع الخاص بالمجتمع أو هذا المجتمع غير معروف توزيعه فإن تي المرة دي اختلفت ليست زد أما الأيه تي بتساوي إكسبار ناقص ميو هي هي مقسومة على ناقص على جزر إن هو قيمة متغير عشوائي تي يتبع توزيع تي بدرجات حرية للمتغير العشوائي كما قلنا سابقا نيو بتساوي إن ناقص واحد وهو توزيع متماسل حول الصفر ينخف التدريجان كلما اتجهنا ناحية الطرفين وقلنا إنه بيشبه تماما توزيع زد إلا إنه تشتت أكبر قليلا من توزيع زد مثال إذا كانت أعمار المصابيح الكهربائية المنتجة بواسط أحد المصانع تتبع توزيعا طبيعيا قلنا إنه أحد شروط استخدام توزيع تي إنه المجتمع الأصل يكون توزيع طبيعي صاحب المصنع بيدع المطاست المصابيح 500 ساعة 100 بتساوي 500 لمطابعة جودة الإنتاج يتم أخذ 20 مصباح شهريا يبقى إنه بتساوي 20 ويكون الإنتاج مطابقة للمواصفات إذا كانت قيمة تي المحسوبة من العينة العشوائية من الحجم إنه بتساوي 20 في الفترة من سالب تي بمستوى معنوية 5 من 100 وموجب تي بمستوى معنوية 500 المطلوب هل العينة مطابقة المواصفات إذا علمت أن متوسط الحساب وانحرف المعياري هو لما سحبنا العينة المكونة من 20 مصباح هذه كان متوسط ها بيساوي 530 وانحرف ها المعياري بيساوي 20 أي تباينها يساوي 20 تربيع الحل من جدول تي بنوجد القيم عند مستوى معنوية 5 ودرجات حرية نيو بتساوي N ناقص 1 N ناقص 1 يعني 20 ناقص 1 تساوي 19 إذن هنذهب في صف 19 أسفل 5 من 100 هنجد أن القيمة 1 و729 هذه الفترة اللي احنا عايزينها هتبقى سالب 1 729 وموجب 1 فاصل 729 فإذا وقعت قيمة تي المحسوبة من العين داخل هذه الفترة يكون الانتاج مطابق للمواصفات نوجد القيمة إزاي هنوجد إكسبار ناقص الميو ونقسم على S على جزر N إكسبار رد هاني ب530 ناقص الميو ب500 مقسومة على الانحراف المعياري ب20 على جزر حجم العينة N ب20 القيمة 36.708 أنا بقول إنه الانتاج حيكون مطابق للمواصفات إذا وقع بين سالب 1 729 وموجب 1 729 هذا الانتاج سيكون مطابقا للمواصفات إذا وصل إلى الموجب 1 729 طيب إذا كانت قيمة العينة أو الانتاج أو عدد ساعات التشغيل اللي بتعيشها المصابيح الكهربية اللي سحبتها كانت أكبر من هذا إذن طالما أن القيمة المحسوبة المحسوبة التي تقع على يمين الفترة الموجودة عندي أو المختبرة هذا يعني أن الانتاج أفضل من المطلوب وبكده نقبل الشحنة وتكون الشحنة مطابقة للمواصفات